بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حبيبي أهلا بيكم في تكملة كورس التأسيس بدأنا الكورس بأول اتنين فيديو كان في مراجعة الكلمات وبعد كده عملنا قلنا هنمشي بقى في سلسلة اللي هي تأسيس الجرامر تأسيس الجرامر ده مهم جدا 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 عملنا الفيديو اللي فات وده تاني فيديو في تأسيس الجرامر الفيديو اللي فات حبيبي اللي متابعيني كان عن الضماير بكل أنواحها رجعنا الضماير بكل أنواحها أتمنى تكونوا استفدتوا وأتمنى يكون الفيديو أفادكم النهاردة بقى هنراجع زي ما انتوا شايفين الجملة الاستفهمية يعني جملة استفهمية اللي هو تكوين السؤال إزاي أكون سؤال وأعتقد أن الدرس ده مهم جدا جدا لطلبة كتير أتمنى قبل ما نبدأ الفيديو تعملونا لايك للفيديو واللي ما اشتركش في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد ومفيد إن شاء الله ونبدأ الفيديو بسم الله في البداية عشان أعرف أكون سؤال لازم أعرف أن السؤال نوعين في سؤال بهل وفي سؤال بأداة استفهام يبقى السؤال عندي إما يبقى سؤال بهل أو سؤال بيبدأ بأداة استفهام هنشرح طبعا كل نوع على حدة لوحده وبالتفصيل وهنجيب أمثلة على كل نوع الأول هنبدأ بالسؤال بهل إزاي بكون السؤال بهل يعني السؤال بهل يعني اللي هو لو ترجمته للغة العربية هلاقي أوله هل وخلوا بالكوا الإجابة عليه بتبدأ يا إما بيس يا إما بنوع تمام طيب برتبه إزاي أول حاجة ببدأ بالفعل المساعد أو النقص يعني معنى كده إن ما فيش كلمة استفهام كلمة الاستفهام دي بتيجي في النوع يعني ده نوع تاني هنشرحه بعضين إحنا النهاردة بنشرح دلوقتي في السؤال بهل ببدأ بفعل المساعد أو نقص هنعرف إيه هي الأفعاية المساعدة أو الناقصة دلوقتي بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل الرئيسي بعد كده تكملة الجملة تعالوا معايا لما نشوف الأمثلة الجميلة دي بيقولك إيه هنا في الأول في حالة وجود فعل مساعد أو نقص يعني أنا الجملة بتاعتي لو فيها فعل مساعد أو نقص يبقى أنا كده مش محتاجة أجيب حاجة من بر تمام همسك الفاعل المساعد أو نقص اللي عندي في الجملة اللي هو جاي بعد الفاعل وهروح إيه عاملة عملية تبديل يعني بصوا الجملة دي معايا كده هما بيلعبوا هنا R فعل يكون أي جملة فيها فعل يكون عشان أعمل عليها سؤال بهل باخد فعل يكون ده وارح أطف الأول بس قبل الفاعل يعني Z دي الفاعل وار فعل يكون play وبلاينج ده الفاعل الأساسي بتاع الجملة تمام كده هقول بدل ما هي Z R هتبقى R Z يبقى فعل يكون بجميع أنواعه يعني is are was where تمام وهنشوف طبعا إيه كمان الأفعال اللي زي فاعل يكون تعالوا كده بما نشوف عمل السؤال إزاي R Z بلاينج وطبعا بحط علامة استفهام واتفقنا من شوية أن الإجابة على فعل على السؤال بهل بتبدأ بيس أو نو يبقى هقول يس وبعد يس أو نو طبعا بلازم أحط كمان تمام كده yes they are لا أو نو لو نو بقى يبقى no they aren't تمام بدل ما هي he is هتبقى is he he is reading a book هو بيقرأ كتاب is he هل هو أصبحت هنا هل بقى هل هو يقرأ كتاب is he reading a book لو yes هقول yes he is لو no هقول إيه no he isn't المثال الثالث I am eating fish أنا باكل سمك I am eating fish ده يعني بالمناسبة للي هم مثلا نسا ما دخلوش ربعا ما يعرفوش ده اسمه مضارع مستمر فعلي يكون وبعد دي الفعل الأساسي مضاف له I and G اسمه زمن المضارع المستمر بيعبر عن حدث بيحدث الآن I am eating fish يعني أنا باكل سمك دلوقتي عايزة أعمل سؤال هل أنت بتأكل سمك ها طبعا مش هسأل نفسي لا حد هيسألني هل أنت بتأكل سمك فعلي يكون مع you طبعا أنا هحول I to you عشان أنا هسألك أنت هقول لك هل أنت بتأكل سمك يبقى هحول I اللي هي أنا لي you وطبعا منفعش أقول I am you I am هنا أنا قلت بابدل من شوية بس بابدل إيه كل فعل حسب الفعل الموجود هنا I you تاخد are يبقى are you eating fish الإجابة لو بلا yes yes I am أو no I am not تعالوا معي المثال اللي بعد كده I was sleeping ده في الماضي المستمر I was sleeping أنا كنت نايم where you you طبعا وطبعا مش هتاخد أرباء هنا لأن هنا زمن الفعل ماضي يبقى برضو هسأل في الماضي where you sleeping yes I was no I wasn't we were playing احنا كنا we were studying sorry we were studying يبقى where you خلي بالكوا اتفقنا أن you دي معناها أنت أو أنتم وفي الحالتين برضو بتاخد where في الماضي وare في المضارة where you studying هل كنتم تذاكرون أو تدرسون where you studying yes we are no we yes we were no we weren't طيب تعالوا بقى نشوف أفعال مساعدة من نوع آخر اللي هو have got وhas got يعني يمتلك أولديه خلاص I have got a car أنا عندي عربية في الحالة دي برضو مش محتاجة أجيب فعل مساعد لأن أنا عندي هنا هبدل برضو I have هتبقى have you have you got a car لو هجاوب بقى yes I have no I haven't he he وشي وقت ما أنفعش أقول have بقول has he has got a car يبقى has he got a car yes he has no he hasn't تمام طيب we had ايه had دي had دي خلي بالك بوحنا بنشرح احنا بنشرح السؤال بهل وفي نفس الوقت شرحنا برضو كذا قعدة كده صغيرين زي المضارع المستمر خدنا عنه فكرة الماضي المستمر we have got وhas got معناهم ايه والماضي بتاعهم had got يبقى has و have دول الماضي بتاعهم ايه had we had got a car had you got a car yes we had no we hadn't تمام طيب تعالوا نشوف أنواع تانية من الأفعال المساعدة اللي ببدل بس عشان أعمل السؤال بهل I will will يعني ايه will يعني سوف I will play football أنا سوف ألعب كرة قدم هبدل برضو will you will you play football yes I will or no I won't خلي بالكم want دي اختصار will not تمام فعلي كمان زي will can كان يعني استطيع وخلي بالكم هنرجع برضو will we can دلوقتي will يعني سوف كان يستطيع والاتنين بييجي بعدهم الفاعل في المصدر يعني بدون أي إضافات I will play I can ride a bike طبعا عشان أكون سؤال بهال برضو هبدل بدلا ما هي I can لا can you ride a bike yes I can or no I can't طيب نوع ثالث من الأفعال should should يعني يجب تفعل ناقص برضو should play sports برضو بييجي بعدها الفاعل في المصدر أنت يجب أن أنت تلعب رياضة خلي بالكم should ده باستخدمها لإعطاء النصيحة تمام مع should برضو ببدل بس آه ببدل بس should I play sports أو should you play sports تمام كده yes you should أو no you shouldn't تمام يبقى عندي أفعال كتير لما بحتاج أكون سؤال بهال بعمل عملية تبديل بس زي إيه زي فعلي يكون بأنواعه مفرد جمع مضارع ماضي أو have got أو has got أو الماضي بتاعهم had got أو عندك will أو can أو should تمام كده يبقى أنا عندي لو أيندي أي حاجة من دول ماجي أعمل سؤال بهال هبدل بدل ما هو الفاعل وبعدين الفاعل لا أهجيب الفاعل قبل الفاعل وأكون بقى السؤال بالتأسيمة دي فاعل مساعد أو ناقص وبعدين فاعل وبعدين الفاعل الرئيسي وبعدين تكملة الجملة ننزل بقى على النقطة المهمة جدا اللي هي طب افرد أنا يا ميس ما عنديش فاعل مساعد ولا ناقص وعايز أكون سؤال بهال أعمل إيه قالك في الحالة دي بنجيب إحنا من عندنا فاعل مساعد الفاعل المساعد اللي إحنا بنجيبه من عندنا بيبقى واحد من التلاتة دول دو أو دز أو دد طب إيه الفرق مبدئيا دو و دز دول بتوع المدارة تمام ودد لو الجملة في الماضي سهلة كده يبقى دو أو دز لو الجملة في زمن المدارة وعايز أكون سؤال بهال دد لو الجملة في زمن الماضي طيب إمتى أجيب دو امتى اجيب دز في زمن المضارع دو قالك مع وي يو زي بنستخدم دو انما دز مع هي وشي وات تمام مع هي وشي وات بنستخدم دز طيب دد اتفقنا دد مع الكل بصوا تستخدم دد مع الكل تمام لانها بس في زمن اما تكون الجملة في زمن الماضي تعال نشوف امثلة عشان نفهم اكتر اي بلاي فوتبول انا العب كرة القدم الجملة دي زمنها في المضارع يبقى انا محتاجة ما عندش هنا فعل مساعد او ناقص يبقى انا هنا محتاج فعل مساعد طيب اتفقنا ان دي جملة في المضارع والفعل عندي اي يبقى هجيب ايه هجيب دو طبعا الاجابة لو بيس يس اي دو نو اي دونت مثال تاني اي بلايز فوتبول انا محتاجة هنا مساعد اي طرى مساعد ايه لا هجيبه بقى دو طرى ما الجملة في المضارع وعند الفاعل هي والفاعل في اس يبقى هجيب مساعد دو 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 خلوا بالكم من حاجة مهمة جدا شال الاس من دو 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 فوتبول يبقى في السؤال بشيل الاس وفي النفي طبعا لو هجاوب اجابة كاملة بشيل الاس يبقى ما لك اجا كون سؤال بهل بيبدأ بضص يبقى اشيل الاس من الفعل وطبعا الاجابة yes he does او no he doesn't تمام طيب لو عندي بقى الجملة في زمن الماضي انا هنا الجملتين دول كانوا في زمن المضارع طب لو عندي الجملتين في زمن الجملة في زمن الماضي he played football هو لعبة كرة القدم في الحالة دي اعمل ايه قالك هنجيب did did he play football طيب i went خلي بالكو i احنا قلنا ان did بتيجي مع كل الضمائر i went to school انا رحت المدرسة اقول did did you go to school هل انت ذهبت الى المدرسة طبعا هنا الاجابة did he play football yes he did او no he didn't did you go to school yes i did او no i didn't وبكده حبيبي نكون شرحنا شرح وافي الحمد لله ازاي نكون السؤال بهل سواء عندنا فعل مساعد او ما عندناش بنعمل ايه طبعا انا النهاردة مش هشرح بقى السؤال بعدات استفهام هشرحه الحلقة الجاية او الفيديو الجاية السؤال اللي بيبدأ بعدات استفهام ليه عشان الناس اللي بتتبع معايا وبتذاكر او البول او بتراجع معايا ما تتلخبطش وما بقاش العبق عليها كتير احنا في اجازة الصيف ولسه قدامنا ان شاء الله الوقت ان شاء الله بكرة هعمل لكم فيديو ازاي نكون السؤال بادات استفهام وان شاء الله قابلكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة